من يتقن حل لغز البصرة يضمن لها ولأهلها لهفة المضطرة حين يشكو من العوز والحاجة والبصرة لغز أسراره الوجع المتراكم يتصدره كورونا القاتل لكن الدليل ينهي الجدل بوثيقة يبرقها محافظ البصرة أسعد العيداني إلى دائرة صحة المحافظة في توجيه لإرفاق أسماء شهداء الجيش الأبيض الذي يخوض معركة كورونا ترد الدائرة بأسماء شهدين منهم الأول عاصم الشلبي والثاني خير صالح فيرد المحافظ فورا على تضمين عوائلهم في قائمة العوائل التي صرف لها مجلس الوزراء مبلغ عشرة ملايين دينار إكراما لتضحياتهم فهم الذين قدموا أرواحهم للبصرة وللعراق على وجه العموم يقود المسيرة محافظ البصرة أسعد العيداني ببارقة أمل يوثقها بزيارات ميدانية ومتابعة أحوال وظروف وتداعية ليس لكورونا فحسب بل للنهوض بالفكرة وتحويلها إلى حقيقة تلمسها العائلة البصرية مشوار معبد بالأشواك فثمت ما يقف من فقر وجوع وحرمان يريد العيداني بحس المسئولية صناعة نتيجة فارقة عند البصريين جميعا أمام طريق تحديات صعاب يثقلها كورونا لكنها تحديات يهشمها المحافظ بإصراره على الإنجاز تلو الإنجاز وقد قالها منذ توليه المنصب في 2017 عندما قال إن رئاسة الوزراء اخترته لإنجازاته للمدينة الحالمة بمستقبل أفضل وهذا نهجه اليوم في التعليم وبناء جيل واعد يطمح بتغيير حقيقي في البنية التحتية في كل مفاصل المدينة يضعها ترويسة مثبتة على رأس منصته الرسمية معنونا ما يريده البصريون حقيقة بأن البصرة أحلى تأخذك 6 نهاية منصب إن人ان يبرire الهناس يبدو عاته